بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه الآية أحببت أن أتأملها معكم الله تبارك وتعالى متى يذكرك أيها الإنسان الحقيقة الإنسان عادة إذا ذكره رئيس أو ملك أو أمير أو رجل مهم أو رجل أعمال تجد لديه متعة ويفرح ويستبشر بالخير أن فلان يذكرني طيب هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يذكرني هل الله عز وجل يمكن أن يذكر عبدا من عباده طيب كيف دققوا هذه الآية أحبتي في الله قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم معادلة رياضية فاذكروني أذكركم كلما قلت لا إله إلا الله اعلم أن الله يتذكرك ويذكرك والله لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى كلما قلت سبحان الله اعلم أن الله يذكرك في هذه اللحظة ينبغي أن نتخيل أيها الأحبة ونحن نذكر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا ويرانا ويسمعنا ويذكرنا أيضا عند ملائكته سبحان الله يعني والله قضية عظيمة جدا أحبتي فلا ينبغي أن ننتبه لها فاذكروني أذكركم ثم ماذا قال بعد ذلك قال واشكروا لي ولا تكفرون يعني الله يطلب منك أيها الإنسان الضعيف حقيقة أنت لا تساوي شيئا في ملكوت الله قياسا بحجم الكون حتى الكرة الأرضية لا تعتبر شيئا أيها الأحبة لا شيء على الرغم من ذلك هذا الإله الكريم الرحيم العظيم إذا ذكرته يذكرك ويدلك على الطريق الصح يدلك يقول لك واشكروا لي ولا تكفرون يأمرك أن تشكره ولا تكفر به هنا ملمح أحببت أن يعني نعرفه القليل من الناس من يشكر الله للأسف على الرغم من أن هذا الإله العظيم هو الذي يقول لك بنفسه واشكروا لي ولا تكفرون ويقول لك فاذكروني أذكركم على الرغم من ذلك انظروا حولكم عدد من يشكر الله حق الشكر من يؤدي حق الله من يحمد الله من تجد شكر الله في سلوكه قليل جدا للأسف لذلك نجد أن القرآن أيضا أشار إلى هذه القضية عندما قال وقليل من عبادي الشكور وآيات كثيرة تتحدث مثلا ولكن أكثر الناس لا يشكرون إذن الشكر قليل والكفر كثير الحقيقة هذه القضية لفتت انتباهي فبحثت في القرآن ركزوا أحبتي في الله هذا ملمح رقمي جميل بحثت في كتاب الله تبارك وتعالى عن كلمة شكرة ومشتقاتها كل كلمات الشكر شكرة يشكرون تشكرون نشكر إلى آخره أشكروني كذا وجدت أنها تكررت خمسة وسبعين مرة وكنت أتوقع بفطرتي أن كلمات الكفر تكررت أكثر من ذلك بكثير تكررت أكثر من ذلك بكثير فبحثت عن الكفر بمشتقاته في القرآن كفر يكفرون أكفر تكفر إلى آخره كل هذه الكلمات وكانت مفاجأة أنها تكررت سبعة أضعاف الشكر خمسمائة وخمسة وعشرين مرة إذن الكفر يتكرر خمسمائة وخمسة وعشرين مرة والشكر خمسة وسبعين مرة فقط أي سبعة أضعاف بالضبط كأن هذا الرقم سبعة يشير إلى جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لذلك الله عز وجل علمنا كيف نشكره ولا نكفره وطلب منا أن نذكره عز وجل ليذكرنا وجعل جهنم ذات الأبواب السبعة عقوبة من يكفر وجعل الكفر يتكرر سبعة أضعاف الشكر في القرآن ليقول لك أن هذا النظام مقصود ليس عشوائيا ليس مصادفا ليقول لك أن كل كلمة في القرآن محسوبة وكل شيء عنده بمقدار لذلك أيها الأحبة أنا أود أن أتعلم معكم من هذه الآية أنك ينبغي عليك أن تذكر الله ليلة نهارا يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة كلما ضاقت بك الدنيا وأردت أن يذكرك الله أذكر الله سبحانه وتعالى كلما ضاق رزقك وأردت أن يرزقك الملك عز وجل فاذكر الله وأعلى أنواع الذكر هو القرآن أيها الأحبة لذلك سمي بالذكر إنا نحن نزلنا الذكرة وإنا له لحافظون لذلك أيها الأحبة والله عندما نتأمل هذه الآيات ونتدبر ما فيها من عجائب تريح النفس مهما كنت مهموما يكفي أن تدرك وتستيقن أن الله عز وجل يذكرك في هذه اللحظة ولا ينساك لذلك أحبتي في الله رجاء أن احفظوا هذه الآية جيدا ورددوها واذكروا الله في كل حال قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم